اللهم إني أعوذ بك من هياجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم واستصغار المعصية واستكثار الطاعة ومباهات المكثرين وازدراء المقلين وسؤل ولاية لمن تحت أيدينا وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا أو أن نعبد ظالما أو أن نخذل ملهوفا أو نروم ما ليس لنا بحدق معجب أو نقول في العلم بغير علم ونعوذ بك أن ننطوي على غش أحد وأن نعجب بأعمالنا ونمد في آمالنا ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة وأن يستحوذ علينا الشيطان أو ينكبنا الزمان أو يهضمنا السلطان ونعوذ بك من الإسراف ومن فقدان الكفاف ونعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الأكفاء ومن معيشة في شدة وميتة على غير عدة ونعوذ بك من الحسرة العظمى والمصيبة الكبرى وأشقى الشقاء وسوء المآب وحرمان الثواب وحلول العقاب اللهم وأعذني من كل ذلك برحمتك وجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة